يمتلك عقارات في سوريا بلاغ مجهول يكشف احتيال عائلة على السوتيال بسبعين الف يورو في تيرول نعم مأساة طبعا الراجل ده عنده ممتلكات في سوريا وعنده بيوت وعنده عقارات الله أعلم هكمل الخبر بصراحة طبعا أنا هون ما في نقول غير الله أعلم يعني هذا الخبر اللي عمقوله أنه كان ياخد مساعدات من السوتيال طب هذا لو عنده أملاك يعني معلش عنده أملاك طب بلده تحت الحرب هل هو بيقدر يتصرف في أملاكه هل عنده سلطة لأنه يتعامل مع أملاكه هل بيقدر يأجرع بس يتنسبت له في دماشق دماشق عامل بس والله أعلم وين موجود فبالتالي أنا أعتقد هذا الخبر منقوص ليش هذا الخبر منقوص بشأن يعني بيهمنا إحنا المشاهد صح ليحنا إحنا كان إنفوقرات ونمسا ميديا أنه هذا إحنا بيهمنا نسمع وجهة الطرف نفسه رأيه بصراحة كيف هذا الموضوع صار وعلي أساس صار يعني فبالتالي أنا أعتقد أنه حتى لو كان هذا الخبر صحيح أعتقد فيه كتير أمور يعني يجب مراجعتها ويجب التدقيق فيها وهذا خبر يعني إحنا تعودنا هذا الخبر منقوص عن مين صحيفة هويته صحيفة رخيصة شعبوية يعني منعرفها كل ياتنا بعد أسف بنوعية الأخبار اللي بتنقلة فبالتالي هذا الخبر أنا أعتقد منقوص ويمكن أنه بده متابعة وبده تمحيص أكثر وبده تواصل أتمنى إذا العائلة أو حدا بيعرف العائلة اللي عندها هاي الحادثة تتواصل معنا لحتى نفهم منا أكثر لأنه حتى لو أنت عندك أملاك ولكن لا تستطيع التحكم بأملاكك ولا تستطيع الوصول عليهم يعني أنت كي بدك تحول مصاري يعني مثلا عندك أملاك كي بدك تحول مصاري من سوريا إلى أوروبا ما في تحويلات سيد الكريم ما في تحويلات من سوريا إلى أوروبا فبالتالي أعتقد نعم هذا الخبر ولكن ليس لدينا حكم بالضبط لا نحكم عليه فما حقيقة هذا الشيء وأنه شخص بلغ عليه بصراحة قصة غير كاملة ما بنقدر نحكم عليها